كشف تقرير صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكن المرأة أن النساء أكثر عرض لفقدان مصدر دخلهن مقابل الرجال وأضح التقرير أن الفرق بين الرجال والنساء يفسر طبيعة المناصب التي تشغلها المرأة والتي هي أقل أهمية من تلك التي يشغلها الرجال لذلك تتم التضحية بهن أولا عند وقوع الأزمة تسميها معركة نضال ضد قرار طردها من العمل في أحد مصانع المنطقة الصناعية الحرة لمدينة القنيطرة تخوضها فتيح العمري وإلى هذه المنظمة الحقوقية حملت ملفها المطلبي فبعد 12 سنة من العمل براتب هزيل وساعات عمل إضافية انخرطت في العمل النقابي لتفاجأ بقرار فصلها بحجة تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية كنت تخدمة في شركة ديالكابلاش تعرضت لطرد تعسوفي فقط ومجرد أنني تقدمت بمكسب نقابي لباش يهتم بمشاكل ديال العمال وهال العمال اللي هما من الفئة ديالي اللي هما النساء فهي دولة المؤسسات فخصها كلها تراجع نفسها فحنا كان عرفوا أنهم يجدامعوا وأنهم يجلسوا أن هناك ضغط ديال البطرونة ولكن ضغط البطرونة ما يكونش على بناتنا فتيحة واحدة من مئتي عاملة طردنا من مصنع واحد للأسلاك الكهربائية معاناة تطال أيضا عاملات في قطاع النسيج والزراعة والخدمات بسبب الأثار الاقتصادية السلبية لأزمة كورونا واقع حسب حقوقيين جزء من مشهد عام لترد أوضاع النساء الحقوقية سبب تعرض النساء للتصريح بدون التوصل بحقوقهم يرجع بالأساس إلى ما هو تقافي ما هو سوسيولوجي ما هو سياسي وفق تقرير رسمي النساء المنتميات إلى فئة الأطر المتوسطة التي فقدنا عملهن في أزمة كورونا هن 55% لكن وزارة التشغيل لا تربط ذلك ببنود قانون الشغل التي أنصفت النساء مدونة الشغل جاءت منسجمة مع اتفاقيات العمل الدولية فيما يتعلق بعدم التمييز المبني على النوع الاجتماعي في مدونة الشغل المرأة والرجل سواسية لا من ناحية الأجر ولا من ناحية الترقية أو العمل وغيرها ومن ناحية العطل في جميع الحقوق فهم سواسية بالإضافة إلى هذا مدونة الشغل أعطت بعض الامتيازات للمرأة كمنع تشغيلها في بعض الأعمال الشاقة هشاشة الأوضاع المهنية للنساء حسب التقرير الرسمي هي أيضا بسبب توليهن مناصب أقل أهمية ولغياب آليات الحماية الاجتماعية وضع زادته أزمة كورونا تعقيدا أزمة أفقدت البلاد نصف مليون منصب شغل طرد وتسريح النساء من العمل ليس مرتبطا فقط بأزمة كورونا حسب حقوقيين ونقابات بل هو عنف اقتصادي يغذيه العنف الأسري والاجتماعي والقانون الذي تعانيه النساء ومن منطلق ما ينظر إليه هنا على أنه مهانة ترسخها عقلية المجتمع الذكورية فاطمة بغنبور الحرة القنيطرة